دلوقتي بس خلصت مباراة مصر وروسيا بفوز مصر 28-23 الف منهم مبروك منتخب مصر الحقيقة نقطتين مهمين جدا 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 لسه فضل لنا خطوتين عشان يعني ان شاء الله ندر نعوض اللي حصل الخسارة بتاعت السويد المطش اللي جاي برضو مستهل بلا روسيا المطش اللي ورا سيلوفينيا يمكن مباراةين جمدين احنا ما كناش نتوقع الاداة في مطش روسيا كده ولكن الولاد شرفونا ولكن اشراك اسلام حسن بالوقت اللي يستحقه واحمد الاحمر والطيار ادى للمنتخب قوة كبيرة جدا وكان علامة استفهام كبيرة ان اللعيبة دي بعيدة طبعا ما احترامنا لكل وكل اللعبين مهمين ولكن يعني اللعيبة دي اللي ما بتشارك خبرات وطياراكم خبرات انا الحقيقة مش عارب بتاعت بره تعمل ايه فالحقيقة طبعا بعد ما اشتركوا وده مش عيب ان الجهاز الفني والرويقة الفنية بتتغير مع البطولة خلينا اقول لكم البلاير اوف زا ماتش هنشوف يمكن هيعلنوا عنه دلوقتي الحقيقة يعني زي ما بقول لكم اللعيبة اللي هما جيل تلاتين تمانية عشرين تسعة عشرين سنة تراكم خبرات معادهم بره يقبلوا ايه احمد الاحمر خد طبعا زي ما قلنا زي ما قلنا احمد الاحمر خد يعني مانوف زا ماتش او لعب المباراة وبيسترم طبعا الجايزة زي ما قلنا احمد الاحمر اسلام حسن الطيار وفيه لعيبة كتير جدا كان عليها علامة استفهام انها محطوطة طبعا الوزير الشباب الرياضة بيسقف لهم ويعني الحقيقة منظر جميل جدا الف مبروك لمنتخب مصر